وفي تطورات الأزمة السياسية عقب اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء عقد رؤساء الكتل السياسية اجتماع طائق طارئا مساء السبت بمنزل رئيس البرلمان سليم الجبوري لبحث تدعيات الأزمة البرلمانية والعمل على تجاوز الخلافات لعقد جلسة البرلمان في أقرب وقت وقال مسدر برلماني الاجتماع عقد بغياب رؤساء الكتل الكردستانية فيما أكدت مصادر مطالعان المجتمعين اتفقوا على ضرورة عقد جلسة للبرلمان في مدة أقصاها عشرة أيام وبرئاسة شخصية محايدة لتجاوز الخلافات بين الكتل هذا ولم يصدر أي بيان رسمي وتفاصيل أخرى عن الاجتماع